مثلاً قال حط غرابٌ يقولنا هذا من النصوص المذكورة قال حط غرابٌ فوق غُصني شجرة وجُبنةٌ في فمه مُدورة أبصرها الثعلب من بعيد شمها شمها الثعلب من بعيد ثم رأها كهلال العيد فجاء يُزِّل مدحى للغراب كأنه من جملة الأصحاب يقول يا غراب يا ابن سهري وجهك هذا أمضياء البدري لله ما أحلاك حين تنجلي صوتك أحلى من صفير البلبل هأنا أريدك أن تغني لعلَّا الله يُزيل الحُزن عني قال فصدَّق الغراب قول الثعلب وحرَّك المنقار فعل المؤجب وقال يا ليل بكل أزمه فسقطت جُبنتُه من فمه قال قبضها الثعلب قبض الروح وقال في بطني حلالاً روحي ثم رنال الطائر الغبي وقال قول الحاذق الذكي خُذها نصيحةً يا سيد الغرباني واحفَظها للآتي من الأزماني من يقبل المديحة من أعدائه يعيش حزيناً أو يمُت بدائه فتُؤخذ العِبرة العِبرة والعِظَة من المعنى الذي يُرادُ أن يُوصَلَ به إلى الدِّلالة إن شكراً لكم ちょっと جيداً من أعدائه لتُنتُ بحق على ميت إن شكراً للمشاهدة Prozent